بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان السنة الرابعة متوسط العلاقات المترية والانسحاب بيام 2012 إذن لننطلق على بركة الله أبنائي قال تي دائرة مركزها أو ها هو المركز هنا في هذا المكان نسميه كما أشير مركز أو هذا الأمر الأول عندنا وقطرها A B يسوينا كم أبناء يسوينا ثمانية سنتيمتر إذن نأتي بجلب لأن في الملاحظة لو تلاحظون هنا الملاحظة قال يطلب إنجاز الشكل الهندسي إذن مباشرة نأتي هنا بالمدور ها هو المدور هنا أبنائي قال قطرها كم قطرها A B يعني قبل ما نقوم أولا نعين القطر أركزوا نقطة أبنائي إذن نقال القطر هو A و B كم يكون الطول يكون ثمانية يعني يأتي من هنا إلى هنا ها هو القطر ثمانية ونكتب هنا النقطة A ونكتب هنا النقطة B أو يمكن لكم مقالب تجعلنا هنا B وهنا A المهم الطول يسوينا ثمانية ثم نأتي أبنائي بالمدور ونضع في هذا المكان ونقوم ها كذا ونعين هذه الدائرة نقوم برسمها لاحظوا ها هي أمامكم ها كذا أبنائي اسمها ماذا؟ قام بتسميها قال T نقوم ها كذا أفضل قول T لاحظوا جيدا نقطة نقطة أبنائي قال C والنقطة O ها هي أمامكم وهنا في هذا الموضع بداية المالة قال و C نقطة من الدائرة حيث ماذا؟ حيث B C يسوينا B C يسوينا ثلاثة سنتيمتر معناه نقوم بجلب المسترة ها هي المسترة يا أبنائي لاحظوا ها هي ال B في هذا الموضع ونقوم لما نجد ثلاثة سنتيمتر نتوقف ننظروا هنا جيدا ها هي الثلاثة إذا قلنا هنا الصفرة فتكون الثلاثة سنتيمتر في هذا الموضع هنا ها هي أمامكم يا أبنائي ثم نعين ماذا؟ نعين هذا من هنا إلى هنا النقطة ها كذا حفوا سوف نريد أن يكون رسم جد واضح لأبنائي ها كذا إذن هنا نسمي هذه النقطة نقطة C في هذا الموضع ويمكن الآن يعني إكمال الرسم حتى يصبح جد جد واضح ها كذا أبنائي انظروا ها هو مامكم وأكيد كيف أصبح الآن يا أبنائي هذا المثلث الكل يراه في الشكل أنه مثلث كيف هو؟ مثلث قائم لا جدل في ذلك الآن بعد ما أكملنا مع الشكل يا أبنائي نأتي الآن إلى بقية الأسئلة أولا نقوم بجلب الشكل معنا لأنه سوف نحتاجه لاحظوا جيدا ونأتي الآن وننطلق في الإجابة على كل سؤال السؤال قال أحسب بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة قيس الزاوية ما هي الزاوية؟ الزاوية A A B و A C لاحظوا جيدا أركزوا أرجوكم أبنائي كيف يتم الإجابة على هذا السؤال بأبسط طريقة إذن نقول هنا حساب الحساب بالتدوير أو الحساب نقول الحساب بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة قيس الزاوية ها هو الشكل أمامكم وانظروا بأمي عينكم ما هي الزاوية التي يريدها؟ يريد لنا الزاوية A هنا ها هي الزاوية A يريد هذه الزاوية من هنا هكذا قال هو ماذا؟ A B الزاوية A B A C هنا من هنا من هنا إلى هنا كما أشر إذن نقول عندنا أولا المثلث لاحظوا الآن يا أبني إلى هذا المثلث الذي قلنا برسمه انظروا جيدا ها هو أمامكم الذي باللون الأحمر ما هو طبيعة يا أبني الكل يلاحظه أنه مثلث كيف هو قائم إذن نقول المثلث لاحظوا المثلث A B C محاط كيف هو مثلث مثلث محاط بماذا؟ بالدائرة ما هي الدائرة؟ الخضراء بالدائرة T لاحظوا جيدا التي قطرها كم يا أبني قطرها هو ال B C ال A B عفوا ال A B هذا الشرط الأول وماذا؟ قطرها وكذلك وال C تنتمي إلى هذه الدائرة إذن ماذا يسبح يا أبني أي المثلث A B C قائم في ماذا؟ قائم في نقطة C أكيد هنا يظهروا أمامكم إذن ماذا يمكن أن نقول لما أصبح قائم في النقطة C وها هو أمامكم انظروا في هذا الموضع إنه قائم لأن كل مثلث تحيط به دائرة فهو مثلث قائم في هذه الحالة هنا عندنا لأن فيه ما هو المثلث لأن فيه الوطر الوطر هو نصف القطر إذا كان الوطر هو نصف القطر فعلموا أن ذلك المثلث هو مثلث قائم وطرها يجب أن يكون هو قطرها قطر هذه الدائرة إذن ماذا ينتج يا أبني ينتج أن أن سينس عفوا أن سينس الزاوية هذه اللي هي الزاوية A B C هكذا كم تسوي لنا السينس لديه يسوي مشهور أنه يسوي المقابل على الوطر عفوا على قلت الوطر ما هو إذن المقابل المقابل ها هو أمامك كم قيمته قبل أن نقول قيمته نعين هو B C على الوطر ما هو الوطر ها هو يا أبناء الوطر ما هو الوطر هو A B يصبح لنا السينس السينس أفوا السينس دوية A هذه ماذا يسوينا ال B C أعطي لنا هذا اللي هو الثلاثة الثلاثة على هذا قلنا كم هو ثمانية ونأتي بالآلة الحاسبة كم تعطي لنا هذه القيمة تعطي لنا 0.375 بعدما نعين ذلك بالآلة الحاسبة مباشرة سوف تعطي لنا كم تقول تصبح لنا الزاوية إذن ال B C محصورة تسوي لنا كم أبناء تسوي لنا 22 فاصل 0 2 درجة لكن قال هو التدوير إلى الوحدة يعني ما وراء الفاصلة لا نحتاجه لكن هنا نستعمل التقريب بما أن هذه القيمة أصغر من 0.5 فتصبح لنا مباشرة تصبح كم يا أبنائي تصبح لنا 22 درجة بهذه البساطة فقط لو كانت ربما قيمة أكبر ربما هنا 75 لقلنا فاصل تصبح لنا 23 درجة بهذه البساطة المطلقة أبنائي قد أجبنا على هذا السؤال بعدما أجبنا على هذا السؤال وقلنا أن الزاوية أصبحت هذه الزاوية أصبحت يا أبنائي 22 نأتي الآن بجلب الشكل ونذهب إلى السؤال الذي جاء بعده نتابع نقطة نقطة ثم قال ثم استنتج نقول مباشرة استنتاج استنتج معناه استنتاج قيس الزاوية الزاوية O B O C هذه يعني رأسها هو النقطة O نأتي أولا هنا لنعينها في الشكل قلنا أن النقطة O ها هي إذن ماذا تصبح لنا يا أبنائي الزاوية هي هذه يريد أن نعين هذه الزاوية ونحن نملك ماذا نملك هذه الزاوية والسؤال بما أن قال استنتج معناه لا تتعب عقلك كثيرا معناه عندنا هذه الزاوية إذا سميناها ألف فتحة وهذه نسميها مثلا ألف فقط أو نسمي واحدة ألف والأخر بيطة مثلا نسمي هذه حتى لا تختل لكم أمور نسميها بيطة وهذه مثلا نسميها ألف لكن عندنا ماذا تقول القاعدة تقول أن العلاقة بين الزاوية ألف والزاوية بيطة تلاحظونها أن نقول نقول ماذا الزاوية بي آ س وهي الأولى وماذا وبي أو س هذه زاويتان كيف هما إحداهما مركزية ها هي مركزية هنا لاحظوا هذه المركزية جاء في المركز والأخرى ماذا والأخرى كيف هي أبنائي هي محيطية محيطية ها هي المحيط يعني خارج تحيط والمركزية هي هذه التي جاءت في المركز ماذا تقول القاعدة تحصران إنهما تحصران نفس القوس ما هو القوس أبنائي ها هو أمامكم نفس القوس انظروا ها هو القوس هما يحصران نفس القوس إذن بما أنهم محصران نفس القوس ما هو القوس لهو بي سي هذا هو القوس فإن ماذا تقول القاعدة فإن هذه نظرية فإن الزاوية هذه المركزية الزاوية المركزية اللي هي البي او سي تسوي لنا قاعدة هذه دائما تسوي لنا مرتان اثنان في الزاوية ماذا في الزاوية المحيطية اللي هي بي او سي ذات الرأس ذات الرأس ا فتصبح لنا بي او سي تسوي لنا كم اثنان في اثنان وعشرون درجة وتصبح كم تسوي لنا اربعة واربعون درجة هذا هو قيس يا ابناء هذه الزاوية التي يمكن أن نقول عليها إنها بيطة هذه دائما قاعدة مهما كان يا ابناء عليكم أن تعلمها مهما كانت الزاوية لو قلنا مثلا ها هي الزاوية انظروا هذه هكذا وعندنا الزاوية الأخرى مثلا هكذا فاعلموا أن الزاوية المركزية دائما هي ضعف المحيطية هذه وهذه إذا كانت هذه ألفا فاعلموا أن هذه تكون اثنان ألفا دائما ضعفها لا يهم المهم هذه فكرة الزاوية المحيطية والزاوية يا أبنائي كما قلت المركزية فقط الآن بعدما كملنا مع هذا السؤال سوف نأتي أبنائي إلى السؤال الآخر نتابع جيدا أولا نأتي بجلب الشكل معنا لكي يسهل عن الأمر تابعوا قال F صورة B بالانسحاب الذي شعاعه ماذا شعاعه O B الشكل هو المنقذ الواحد تابعوا لو تلاحظ سوف تجدون الكل إذن عندنا قلنا F صورة B بالانسحاب الذي مركزه ماذا الذي شعاعه O B ها هو O B هنا O B لكن كشعاع هكذا ركزوا أبنائي معناه أن هذا الشعاع لاحظوا نقطة نقطة أبنائي حتى أعلمكم هذه الأشياء لاحظوا نقطة نقطة ها هو الشعاع انظروا سوف أريكم كيف تتم عملية التحويل هذه النقطة ها هو الشعاع O B إذن B الانسحاب O B إذن و F صورة إذن يصبح كذا تنسح يأتي هذا الشعاع ويسحب ها إلى هذا المكان فتصبح تلك النقطة أين هي تصبح النقطة F يا أبنائي في هذا الموضع هنا النقطة F لو قال بشعاع آخر ربما لغيرها لكن بما أن نفس الشعاع يعني O B تحولت من هذا الموضع يا أبنائي انظروا سوف أعلمكم هذه الأشياء هاي النقطة B كانت عفوا كانت في هذا الموضع فجاء هذا الانسحاب وقام بسحبها إلى هذا المكان الذي أريكم فأصبحت ماذا فأصبحت صورتها ماذا صورتها هي النقطة F هكذا أبنائي حتى تعلمون الآن ثم قال المستقيم الذي يشمل F ويوازي ماذا ويوازي بسي لاحظوا نقطة نقطة أبنائي أولا سوف نتعلم وعندنا مستقيم بي سي ها هو مستقيم بي سي لاحظوا قال مستقيم إذن نرسل مستقيم بي سي ها هو ونأتي كذلك بماذا بالمسطرة ونقوم برسم مستقيم ركزوا أرجوكم وكذلك عندنا ها هو المستقيم الآخر الاسي هذا ويوازي إذن لاحظوا نقطة نقطة المستقيم الذي يشمل F ها هو قد شمل F ركزوا أرجوكم إجدد إنها هو مستقيم ويوازي بي سي يقطع A C في D فيمكن أن نجلب المستقيم انظروا جيدا ونتعلم رويدا رويدا ركزوا نتابع ماذا لاحظوا نقطة نقطة أبني ونقوم برسم هذا المستقيم ها كذا ها هو الشكل الآن رسم يا أبني بطريقة وقال يتقاطعان في نقطة اسمها D ها هي النقطة D الآن تنطلق الأسئلة قال أحسب D F يريد مننا أن نقوم بحساب هذا الطول D F نحن نملك أن المثلث ما هو سوف أريكم المثلث الكبير ها هو مثلث وعندنا هذا لاحظوا جيدا أبني نقول أولا سوف ندقق نقطة نقطة عندنا هذا الطول كم يا أبني هذا الطول من هنا هنا أربعة وهنا أربعة وبما أن جاء الإنسحاب يصبح هذا كذلك أربعة يصبح كذلك هذا الذي أشير إليه أربعة لماذا لأن أصبح هذا الشعاع O بي يوسين بي F إذن أصبحت أمور نعلمها وعندنا هذا الطول هو ثلاثة هذا نحن نعلمه يبقى لنا ماذا يبقى لنا هذا D F علامة ماذا علامة استفهام معناه لنحن لا نعلمه نقول أبناء ماذا في المثلث إذن أولا نقول حساب نعين عنوان للإجابة حساب D F لاحظوا جيدا نقول في المثلث في المثلث ما هو المثلث أبنائي المثلث A D F وهذا المثلث الكبير هذا إذن المثلث A D F لدينا ماذا لدينا أنه أعطيت لنا هذا يوازي هذا قال لاحظوا الذي يشمل F ويوازي B C إذن ماذا ينتج يا أبنائي ينتج أن B C يوازي لنا ماذا ها هو B C انظروا سوف أريكم هذه الأشياء B C ها هو B C يوازي ماذا أبنائي يوازي لنا هذا إذن B C أصبح يوازي D F هذه من المعطيات هنا يأتي مباشرة طالس فتصبح ومنه حسب طالس ماذا تقول القائدة فتقول A A B على A F هذا الصغير على الكبير إذن نقول A B على A F تساوي ماذا تساوي هذا الصغير ب C عفوا نقول B C على هذا الكبير اللي هو ماذا اللي هو A D F D F ثم الآن ننطلق بالتعويض رويدا رويدا A B ما هي قيمته A B من هنا إلى هنا وكلكم تعلمونها كم هذا وهو قطر تلك الدائرة هو الثامنية على A F A F لاحظوا الأربعة والأربعة وهنا بقاعدة الانسحاب أصبحت كذلك كم تصبح لنا A 10 على A 10 لماذا لأن 4 و4 و4 لماذا لأن أصبحت طول لنا O B يسيئنا B F هنا B الانسحاب B الانسحاب الانسحاب هو من أعطنا هذه الخاصية على ماذا على B C ها هي B C اللي هي ثلاثة على D F لهو المطلوب نستعمل الآن جداء الطرفين في جداء الوسطين فتعطينا القاعدة الذي نطلبها هذا في هذا يساوي هذا في هذا فتصبح لنا ماذا 8 D في D F تصبح تساوي ثلاثة في 12 ومن ه 8 في D F تساوي 36 ومن منه D F يصبح يساوي 36 على ماذا على 8 وبعد الآلة الحسبة تعطي لنا 4.5 سنتيمتر بهذه البساطة أبنائي قد قمنا بحساب هذا الطول الذي هو قيمته كم 4.5 سنتيمتر بهذه البساطة وفي الآخير أبنائي وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم ألا تنسونا لأننا بالدعاء بالصحة والعافية كي نكمل معكم مسير وزوروا صفحتنا اللي هي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جددا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا